لما يطلع أول أمس كلام إن تم الاعتداء على إمام عشور في بيته وكتكسير عربيته حاجة تزعي جدا جدا كذا برنامج إيه ده؟ تم تكتشف إن كل ده لم يحدث بعدين من نص ساعة برامج سازاني حتحوتي يعني مش أهلاوي عشان ينفي هذا الكلام لكن مهنيا هو اجتهد قال لا ده العجل حد فساله أو هواله العجل بتاعه فعمل محضر أو تقل له اعمل محضر أو تقل له اعمل محضر مهودات ترتيبة بس في المحضر كتب إيه بقى؟ نتيجة اعتداء نتيجة معرفش لكن مفيش اعتداء حدش طلع له بيت محدش كلمه محدش اعتاد عليه النهاردة تحقيقات الشرطة نفس الشيء بيقولك لم يحدث وحارس العمارة قالك مشوفش أي حد وحدش جيه خالص ما حصلش طب انت عمال لمجرد فرد تكاوتش نامت لا ممكن تطلع برضو حد ناق يعني مين اللي ناق يعني اه انما هي الفكرة مش كده الفكرة انت ليه عملت كده طب ليه بتروج لديه متى ممكن تبقى صدفة اي زي حد برضو من زو الصلة بهذه الامور من سبع تمن عشر سنين اتناشر سنة طلع برضو قال تعرضت الحادث ومدبر ان انا كده يودي بحياتي وطلع ان عربيته عجلتها نامت على الطرع وهم روح بلده وكان بيغيرها ولا حد اعتدى عليه ولا حد عمل حاجة هذا الترويج له هدف يا اساس مش عشوائي هو عادي يقول ايه ما هو احنا بقى فيه خطورة وفيه توتر وما كانش ينفع يتعب وكان ينفع يتلعب وما ينفعش اللي جاي ايوه هو ما ينفعش اللي جاي مؤكد لان احنا بنحط لعبتنا في مواجهات هم اصلا مفروض انه هم بيقولوا طول عمرهم وصحاب ده عندما كان الجامير بتتخانق يطلع على لعيبة الاهل وزا مالك وولك ده احنا اصحاب وبنتعشى مع بعض وبنقبل بعض النهاردة هم لما يبقوا مش اصحاب وبيتلككوا لبعض وبيعملوا محاضر وبيضربوا بعض وبيشتموا بعض وما فيش عدالة ان حد يجيب حق احد حد بص تلاقيه التوتر يتنقل بشكل اخطر للجماهير يا اساس إبراهيم والصورة دي بعمليات السيناريوهات اللي عملت تم بيها الاحداث منقولة برا وليها صدى ارجو انك تجون جمعتنا حاجة منها موجود ان شاء الله